موسيقى اهلا وسهلا بيكو اعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث الاعدادي مادة الرياضيات تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة مع بعض هنبدأ فرع جديد من فروع الهندسة والهندسة التحليلية اول مرة نتعامل معاه هنعرف منه في اول درس البعد بين نقطتين ازاي اعرف البعد ما بين مدرستي وما بين بيتي او اعرف ازاي البعد ما بين البيت وما بين النادي هنعرف الكلام ده يلا بينا مع بعض هنبدأ مع بعض النهاردة فرع جديد من فروع الهندسة وهو الهندسة التحليلية اول مرة بنتعامل معاه وفرع جميل جدا هنقدر نتعرف منه على بعض الحاجات المهمة زي النهاردة درسنا النهاردة اللي بتكلم على البعد بين نقطتين ازاي اجيب البعد ما بين مدرستي وما بين بيتي ازاي اجيب البعد ما بين البيت وما بين النادي بطريقة سهلة جدا ازاي اجيب البعد بين نقطتين على الاحداسي نشوف كده مع بعض لو احنا كده قلنا عندنا ده احداسيات بتاعتنا هي وعندي نقطتين هي الف وجيم الف هي الزوج المرتب سين واحد وصاد واحد وجيم هي الزوج المرتب سين اتنين وصاد اتنين طب اجيب البعد بينهم ازاي واحد يقول لي انا افكر ان انا ممكن احطهم جوه مسلس قائم انقول له ماشي اهو بالزبط كده لو احنا بصينا كده عملنا الشكل اللي احنا شايفينه ده وسمينا البي زاوية بي بقى عندي مسلس قائم طب انا عايز اجيب طول مين اه هنشوف مع بعض كده عايز اجيب بهجيم اجيب بهجيم ازاي اهو نشوف مع بعض عشان اجيب بهجيم واحد يقول لي بهجيم دي عبارة عن ايه عبارة عن جيم لام دي بحالها ناقص بهلام طيب واحد يقول لي كده تعالى كده لما نبص جيم لام دي هي عبارة عن ايه اه بتوازي محور بايه الصادات يعني عبارة عن صاد ايه اهي نشوف مع بعض كده صاد اتنين ناقص صاد ايه ناقص صاد واحد اهي دي كلها يا مستر عبارة عن صاد اتنين اللي هي جيم لام طب والجزء من به هنا اللي لام عبارة عن ايه صاد واحد يبقى لو انا طرحت صاد اتنين ناقص صاد واحد هيجيب لي طول بهجيم جميل نفس الكلام هقدر أعمله مع به ألف هيبقى عبارة عن به ميم بحالها ناقص ألف ميم أو ميم ألف يبقى هديني الجزء طب به ميم بحالها يعبارة عن ميم عبارة عن سين اتنين ناقص سين ايه واحد طيب طب لو أنا جبت به جيم وجبت به ألف أقدر أجيب جيم ألف طبعا من نظرية في صغورة نثلث القائم مربع الوطر بيساوي مجموعة مربعات دلعين الآخرين طيب هنربع به جيم وهنربع به ايه ألف طب لو جئنا هنربع به جيم يبقى صاد اتنين اهو ناقص صاد واحد طبعا دي به جيم اهي صاد اتنين ناقص صاد واحد تربيع وهنا به ألف بحالها عن سين اتنين ناقص سين واحد تربيع يبقى دي ألف جيم تربيع ولكن أنا عايز أعرف ألف جيم طول ألف جيم بس لوحده طبعا هتقول لي هنجيب الجزر التربيعي للطرفين يبقى ما جيب الجزر التربيعي هيطلع بالشكل ده ودوا بنسميه البعد بين النقطتين ألف وجيم والبعد بين أي نقطتين هو عبارة عن سين 2 ناقصين 1 الكل تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 الكل تربيع أو مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات تعالا كده نشوف أمثلة عشان توضح لنا الكلام ده وجد البعد بين النقطتين 6 و 0 و 0 و 8 سهلة جدا لو أنا قلت كده البعد تربيع خلينا نبدأ الأول تربيع وبعد كده نبقى نجيب الجزر 0 ناقص 6 و 8 ناقص 0 الكل تربيع يبقى 0 ناقص 6 يبقى 36 تربيع زائد 64 تربيع لازم أجيب الأول ما تحت الجزر يعني لازم أجمع الأول محدش ياخد الجزر للستة ويرجع ياخد الجزر لل64 ده خطأ بنقعة فيه لازم ناخد بالنا لازم أجيب الأول ما تحت الجزر وبعد كده أخد الجزر 36 زائد 64 مجموعهم 100 جزر المية كام؟ جزر المية 10 وحدة طول واحدة طول يعني نقصة بها ممكن يبقى سنتيمتر مليمتر زي ما تكون طيب تعالى كده نشوف مع بعض الملحوظات هنا انت يا مستر قلت هنا سين 2 اللي هي 0 ناقص سين 1 ورجعت قلت صاد 2 ناقص صد 1 طيب لو واحد عملها 6 ناقص 0 يبقى غلط لا مش غلط صح ولكن لازم ياخد باله بدأت من هنا من النقطة دي يبقى هابدأ 6 ناقص 0 يبقى أقول 0 ناقص ايه؟ ناقص 8 بترتبها كده تربية وهنا تربية وبعد مربع أجيب الجزر يبقى يديني البقطة طيب ناخد بالنا كده من النقطة تانية اوجد البعد بين النقطتين 5 وسالف 1 و 0 و 0 يبقى 5 ناقص 0 وسالف 1 ناقص 0 اهو عملناها بشكل عادي جدا بس انا بدأت من النقطة ايه؟ من النقطة ده هي طب نلاحظ حاجة نلاحظ حاجة ان البعد يبقى 25 ناقص زائد 1 يعني جزر 26 و 1 الطول حد لاحظ حاجة زي ما انا لاحزت في بعض الناس اللي قاعدين مركزين معايا ومسكين ورقة وقلم في ايديهم هقولك احنا لاحظنا حاجة لاحظنا ان احنا لما نيجي نجيب البعد عن بين اي نقطة و 0 و 0 0 و 0 دي عبارة عن ايه؟ نقطة الاصل بين اي نقطة ونقطة الاصل بيبقى البعد بسهولة جدا لان هيبقى جزر سين تربيع زائد صاد تربيع ليه يا مستر؟ لان المسجع السين 2 وصاد 2 مش موجودين 0 و 0 فعلى طول انا اروح مربع دي وربع دي 5 تربيع ناقص 1 تربيع يعني 25 زائد واحد يبقى يطلع جزر ايه؟ 26 بسهولة بس شرط ان تكون النقطة اللي انا عايز اجيب لها اجيب بينها وبين النقطة بتاعت البعد هي نقطة الاصل طيب تعالا كده نشوف مع بعض اختر السؤال طبعا دوا من بنك المعرفة بيقول لي ايه؟ اوجد طول الف بيه فين الف بيه؟ ادي الف بيه اهو النقطة الف ونقطة بيه الف تلاتة وسالب اتنين وبه سالب خمسة وسفر هنعمل ايه؟ هنقول سالب خمسة ناقص تلاتة وسفر ناقص اتنين يبقى سفر زائد اتنين اهو بالشكل اللي احنا شايفين ده سالب خمسة ناقص تلاتة يعني هتبقى سالب تمانية تربيع باربعة وستين طيب زائد سفر واثنين اتنين وصفر يبقى كام اتنين تربيع بايه؟ باربعة طبعا كل الكلام ده تحت الجزر التربيعي يبقى اربعة وستين زائد اربعة يبقى جزر كام؟ تمانية وستين يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى تمانية جزر تمانية وستين طب نشوف مثال تاني افرد انا عايز اجيب القطر اجيبه ازاي؟ سهل جدا اهو عايز اجيب القطر اللي هو دال بيه؟ اجيبه ازاي؟ ادي عند النقطة و ادي النقطة هي نقطة باق و نقطة دال اجيبها ازاي؟ فرق السنات مربع فرق السنات زائد مربع فرق الصدات واجيب الجزر ليهم يبقى سالب خمسة سالب تمانية هتبقى خمسة وتمانية تلاتاشر تربيع بكام؟ بمية تسعة وستين زائد تسعة تربيع تسعة في تسعة طبعا احنا عارفينها بواحد وتمانين طبعا كل الكلام ده تحت الجزر يبقى هيساوي جزر تسعة وواحد عشرة وهنا سبعة وتمانية خمستاشر ومعانا الواحد قدي متين وخمسين يبقى الاجابة بتاعتي جزر متين وخمسين يبقى انا اقدرت كده اجيب طول ضلع متوازل اضلاع ألف بيه وقدرت اجيب كمان طول القطر بتاع متوازل اضلاع اللي انا عملته مع متوازل اضلاع اقدر اعمله مع اي شكل تاني بسهولة جدا طيب نشوف مع بعض اثبت ان المسلس ألف به جيم متساوي الساقين والتاني هنا ألف والداني به والداني ايه جيم دي الرؤوس المسلس طيب نثبتها ازاي بسهولة جدا لو انا جبت الضلع ألف به وجبت طول الضلع به جيم وجبت طول الضلع ألف جيم لو طلع عندي طول الضلعين قد بعض يبقى المسلس بتاعي متساوي الساقي سهولة جدا طيب يلا كده نشوف مع بعض يلا ناخد ألف به تربية ألف به تربية أهو ألف به يبقى خمسة ناقص تلاتة كل تربية تسعة ناقص تلاتة كل تربية يبقى خمسة ناقص تلاتة يعني اتنين تربية باربعة وتسعة ناقص تلاتة بتلاتة يعني ايه يعني تلاتة تربيع بتسعة نجيبهم كده مع بعض هنا خمسة ناقص تلاتة قلنا اتنين تربية باربعة زائد تسعة ناقص تلاتة ستة تربيع بستة وتلاتين يبقى أربعة وستة وتلاتين كام أربعين طيب يبقى ألف به بكام جازر أربعين وحدة طول ناخد خط كده عشان ايه ناخد بالنا منه طيب نجيب بعد كده مين ها بهجيم تربيع سالب 1 ناقص 5 تربيع 7 ناقص 9 تربيع هتطلع برضو ب40 يبقى بهجيم جزر 40 وحدة طول حتى الآن المسلس متساوي الساقين هنجيب ألف جيم تربيع هيبقى سالب 1 ناقص 3 و7 ناقص 3 طبعا هنا تربيع وتربيع هتديني 32 يبقى ألف جيم هتساوي جزر 32 وحدة طول عندي ألف بهبي يساوي ألف جيم يبقى المسلس بتاعي مسلس متساوي الساقين يبقى الرؤوس بتاعتي ألف وبه وجيم دي هي رؤوس مسلس متساوي الساقين طب نشوف مثال كده كمان اثبت أن النقاط ألف وبه وجيم تقع على استقامة واحدة حيث ألف سالب 2 و7 وبه سالب 3 و4 طيب أثبت إزاي أن النقاط دي بتقع على استقامة واحدة علشان نقول أن ألف وبه وجيم بيقع على استقامة واحدة يبقى معناها إيه؟ معناها أكبر حاجة الكل بيساوي مجموع الأجزاء يعني الكل ده هو وليكن الكل مثلا ألف جيم هيساوي مجموع إيه؟ الأجزاء طب تعالى كده نشوف مع بعض تعالى ألف به تربيع هتساوي طبعا سالب 2 ناقص 3 يعني زي 3 كل تربية 7 ناقص 4 لاحظوا أن إحنا مرة بدأنا كده في المثال اللي قبل كده ومرة بدأنا بالشكل ده خلاص بقنا معارفين ومتعودين أهم حاجة النقطة اللي هبدأ منها أكمل بقية المسقط التاني من هي من عندها يبقى هنا عشرة يبقى ألف به جزر عشرة طب نجيب به جيم تربيع به جيم تربيع هيطلع هنا 160 يبقى جزر ال160 لو عملناها على الآلة بتاعتنا هتبقى أربعة جزر عشرة طيب نجي بقى نجيب ألف جيم طلع كام تسعين هيطلع كام تلاتة جزر عشرة مين أكبر ضلع عندنا هو به جيم أربعة جزر عشرة طب تعالى كده نشوف الضلعين التانيين تلاتة وهنا كأن فيه واحد واحد وثلاثة كام يبقى أربعة جزر عشرة يبقى مجموعة ضلعين ألف مجموعة طلاية ضلعين ألف بي وألف جيم هيساوي طول الجزء اللي هو إيه به جيم يعني الجزء ده ألف بي وزائد ألف جيم هيدينا مين به جيم طبعا هم مش ضلعين القطعتين يبقى إذن أهو به جيم هيساوي ألف بي زائد ألف إيه ألف جيم يبقى إذن هم على استقامة إيه على استقامة واحدة طب نشوف مع بعض اثبت أن النقاط ألف وبه وجيم رؤوس مسلس قائم الزاوية طب عشان أثبتها أثبتها إزاي هجيب ألف به تربيع واجيب به جيم تربيع واجيب جيم ألف تربيع أكبر واحد فيهم لو طلعوا الاتنين التانيين مجموعه يدينا أكبر واحد يبقى ده مسلس قائم تعال كده نشوف ألف به تربيع عبارة عن 3 ناقص ناقص أربعة يعني زائد أربعة كل تربيع زائد 2 ناقص واحد يعني بواحد كل تربيع يبقى هنا 3 و4 7 تربيع 49 وواحد خمسين طيب مش هنجيب لها الجزر لأنه كده كده ده مسلس قائم احنا عايزين نسبة له قائم به جيم تربيع بيساوي سالب أربعة ناقص اتنين كل تربيع زائد واحد ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد هيطلع به أربعين ألف جيم تربيع نفس الكلام تلع بعشر مين أكبر واحد هنا خمسين طب تعالوا نشوف ده أربعين وعشر يبقى كام خمسين يبقى إذن المسلس ألف به جيم مسلس قائم الزاوية في مين في جيم ليه لأن ألف به هو الوطر يبقى هيكون قائم الزاوية في جيم طبعا الكلام ده بنقوله من نظرية فيسا غورس شوف مع بعض دلوقتي فيديو بنك المعرفة هيدينا فكرة عن البعد بين نقطتين والحالات أكتر من حالة ممكن نجيب بيها البعد بين نقطتين شوف مع بعض كده بعد دراستك لمفهوم البعد بين نقطتين وتعرفك على كيفية إيجاد البعد بين أي نقطتين سوف نتعرف الآن على قواعد أخرى فلنبدأ فنص القاعدة الأولى على أنه إذا كان لدينا النقطتين ألف و به حيث ألف تساوي سين واحد و صاد واحد به تساوي سين اثنين و صاد اثنين فإن المسافة بين النقطتين تساوي الجذر التربيعي لمربع فرق السينات مضافا له مربع فرق الصادات إذن البعد بين ألف و به يساوي الجذر التربيعي لسين اثنين مطروحا منه سين واحد الكل تربيع مضافا له صاد اثنين مطروحا منه صاد واحد الكل تربيع اضغط التبويبة التالية كي تستعرض قاعدة أخرى حسنا القاعدة الثانية هي البعد بين نقطتين والتي فيها النقطة الأولى هي سين واحد و صاد واحد والنقطة الثانية هي نقطة الأصل و صفر و صفر إذن البعد بينهما يساوي الجذر التربيعي سين واحد تربيع مضافا له صاد واحد تربيع لكي تعرف المزيد من القواعد اضغط على التبويبة التالية القاعدة الثالثة إذا كان ألف و به و جيم نقطا في المستوى الإحداثي و كان ألف به زائد به جيم يساوي ألف جيم وبذلك يصبح ألف جيم البعد الأطول والذي يساوي مجموعة البعدين الآخرين فتكون النقط ألف و به و جيم على استقامة واحدة أما القاعدة الرابعة ففيها ألف و به و جيم ثلاث نقط في المستوى الإحداثي وبما أن ألف و به و جيم ليست على خط مستقيم إذن هذه النقط تمثل رؤوس مثلث وأخيرا القاعدة الخامسة الموجودة بالصورة أدناه توضح نوع المثلث تابعا لأنواع زواياه فإذا كان ألف جيم هو الضلع الأطول بالمثلث ألف به جيم إذن نستنتج من ذلك أن المثلث قائم عندما يكون الضلع ألف جيم تربيع يساوي ألف به تربيع زائد به جيم تربيع ويصبح المثلث منفرجا عندما يكون ألف جيم تربية أكبر من ألف به تربية زائد به جيم تربية وأخيرا يصبح المثلث حد الزوايا إذا كان ألف جيم تربية أقل من ألف به تربية زائد به جيم تربية بعد ما خلصنا مع بعض كده الفيديو بتاعنا بتاع بانك المعرفة وعرفنا القواعد بتاع البعد بين نقطتين وعرفنا لو البعد ما بين نقطة ونقطة الأصل إزاي بينجيبه اللي احنا قلنا عليه بنقول الجزر التربيعي لسين تربيع زائد صد تربيع سهولة جدا من غير ما نحتاج النقطة 0 دلوقتي هنروح لمثال هنحله مع بعض على الجلاس بورد يلا بينا يلا بينا هنشوف مع بعض المثال زي ما احنا شايفين كده قطع المستقيمة ألف به أو به ألف الألف هي النقطة واحد وسالب واحد وي ب هي النقطة واحد وتلاتة المطلوب مننا بيقول لي اثبت إن الجيم اللي هي النقطة سالب واحد وواحد بتقع على محور تماثل القطع المستقيمة عشان افكركم محور التماسل بيكون عمودي على القطع المستقيمة وينصفها يعني دي قد دي فعشان أثبت الكلام ده لازم أثبت إن الجيم بأد ألف إيه أد ألف جيم طب تعالى كده نجيبها إزاي البعد بين النقطتين لو أنا قلت ألف جيم تربيع هيساوي سالب واحد ناقص واحد الكل تربيع زائد واحد ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد الكل تربيع يعني هتساوي سالب واحد وسالب واحد يعني سالب اتنين تربيع يعني باربعة زائد واحد واحد اتنين باربعة يبقى هتساوي تمانية يبقى كده ألف جيم أول حاجة جبتها هي عبارة عن جزر تمانية وحدة طول طيب لو طلع به جيم نفس الكلام ده يبقى معنى كده إن الجيم بتقع على محور التماسل طب تعالى كده نجيب بهجيم بهجيم تربيع هيساوي سالب واحد ناقص واحد لأنا بدأت من عند الجيم كل تربيع واحد ناقص تلاتة الكل تربيع يبقى معنى كده إن بهجيم هتساوي جزر تمانية وحدة طول وبكده معنى كده إن جيم إيه؟ جيم تقع على محور تماثل القطعة المستقيمة ألف بيه يبقى عرفت الكلام ده إزاي؟ أثبت إن ألف جيم إن بهجيم بيساوي ألف إيه؟ جيم بالشكل ده هنشوف مع بعض الوقتي مثال آخر على ربط ما بين الهندسة التحليلية والهندسة المستقيمة هنشوف مع بعض إثبت أن النقاط ألف وبه وجيم ودال هي رؤوس لمتوازي أضلاع حيث ألف ثلاثة وسالب اتنين وبه سالب خمسة وسفر وجيم سفر وسالب سبعة ودال تمانية وسالب تسعة عشان أثبت إن الشكل بتاعي متوازي أضلاع أثبت خاصية من خواص المتوازي إحنا عندنا أكتر من خاصية كل ضلعين متقابلين متوازين كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول هي دي اللي أنا هثبتها طبعا متوازيين لسه مش معنا دلوقتي خالص إيه اللي متاح قدامي من خلال البعد بين نقطتين إن أنا أجيب أثبت إن كل ضلعين متقابلين متساويين طيب تعالا كده معايا هنجيب مع بعض ألف به ألف به تربيع يعني تلاتة ناقص ناقص خمسة يعني زائد خمسة كل تربيع طبعا إنتوا بقيتوا أسات زا كده طالما معاك ورع وقلم بتكتب معايا وسالب اتنين ناقص سفر كل تربيع يبقى تمانية وستين يبقى ألف به هيساوي جزر تمانية وستين وحدة طول أجي بعد كده به جيم تربيع سالب خمسة ناقص سفر تربيع وسفر ناقص سبع أو زائد سبعة يبقى هنجيب تبقى أربعة وسبعين يبقى به جيم هو الجزر التربيعي لأربعة وسبعين وحدة طول بعد كده جيم دال كل تربيع يبقى سفر ناقص تمانية في كل تربيع وسالب سبعة زائد تسعة كل تربيع يطلع تمانية وستين أدي هنا بان عندنا هو أول حاجة بانت إن عفي عندنا ضلعين أدي بعد ما نشوف كده ألف دال أو دال ألف يبقى تمانية ناقص تلاتة وسالب تسعة زائد اتنين طبعا هنا تربيع وتربيع يطلع في الآخر أربعة وسبعين يبقى ألف دال كام يا مستر جزر أربعة وسبعين لو إحنا ملاحظين كده إن ألف به بيساوي جيم دال وبه جيم بيساوي ألف دال وكل دول أضلاع متقابلة إذن الشكل اللي قدامنا ألف به جيم دال متوازي إيه؟ متوازي أضلاع وبكده إحنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا وعلى وعد بحلقة جديدة في موضوع جديد من موضوعات الهندسة التحليلية شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر